اشتركوا في القناة تطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والامني جزءا من استقرار مصر وقد رحب السيد الرئيس بالقادة الليبيين مثمنا سيادته وحرصهم الدائم على انفاذ ارادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية وذلك بهدف استعادة الامن والاستقرار في ليبيا إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية كما أكد السيد الرئيس مواصلة مصر جهودها للتنصيق مع كافة الاشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري فضلا عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية من جانبهما أعرب المسؤولان الليبيان عن تقديرهم الكبير للدور المصري الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين معاربين عن عميق تقديرهما للسيد الرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاط على عطقهما خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد كما أكد القادة الليبيون اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية خاصة ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وذلك بالتوازي مع تعزيز المصار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاطلاع بمسؤوليتها ومهامها وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أرحى ليبيا وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر